طيب نبدأ بأي قسم من يقرأ لي خمسة بواب ها خمسة بواب من يقرأ لي اثنين فقط ما شاء الله يلا اوقف الشخ انت من اي دولة اوقف خليك واقف نعم ما شاء الله بسم الله ما اعرف اقرأ اشتران يا من اول كتاب يقرأ لا ما يصلح لو يسمع الشباب الآن يقول هذا الطالب من غينة ما شاء الله اعرف كتاب جديد وقرأ عليه الشيخ ما يصلح هكذا القراءة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شوها الآن نسهب الكتاب الى قائلة تمام ودعا له ليش صنع له معروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوا فان لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموا جزاك الله خير لا لا وين رائع باقي لسه 67 باب تسرد على اسردن ان شاء الله اقرأ امرك لله نعم اقرأ نعم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا نريد نصطلح نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد لماذا؟ لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ما هذا البعث؟ قال أن يعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا ابتعدوا غاية البعد عن الطاغوت الطاغوت ما تجاوز بالعبد وحده من معبود أو متبوع أو مطاع تمام إذن هذا الباب أراد المؤلف به يبين أن التوحيد أوجب الواجبات ولهذا أصطلحنا أن نسميه باب وجوب التوحيد مفهوم؟ بعد أن ذكر لك وجوب التوحيد أراد أن يذكر لك فضل التوحيد لماذا أترك الكتاب الشر؟ حتى تشتاق يشوقك لدراسة التوحيد مفهوم؟ أي نعم لو قال قائل طيب هل معنى هذا أن محمد بن عبدالله رحمه الله يرى أن التوحيد ليس بواجب؟ نقول لا هو قدم أي باب باب وجوب التوحيد وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أنه يوجب الشيء ويعطي عليه الأجور الكثيرة وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عنه مفهوم؟ نعم من صام رمضان إيمانا واحتسابا لا أحد يقول أن صيام رمضان ليس بفرد صح؟ أي نعم إذن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب فضل التوحيد حتى تشتاق فقال الآن عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ثم تشوقت إليه جاء بالباب الثالث وهو باب الباب الثالث تحقيق التوحيد أراد منك أن تحقق التوحيد تحقق التوحيد بالقلب بالقول والعمل والاعتقاد تحقق التوحيد تنقح التوحيد تخلص التوحيد من الشركة الأكبر والأسرق والكبائل والذنوب والفجع مفهوم؟ إذن أراد أن نحقق التوحيد نخلص التوحيد نصف التوحيد ويكون التوحيد القول والعمل والاعتقاد كيف نحقق التوحيد؟ قال بقراءة الباب مفهوم؟ فأي واحد يسأل الأستاذ هذا الأستاذ من غينيا قال يا شيخ كيف أحقق التوحيد؟ يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحم الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حزاب صح؟ تقرأ للباب وهذه ثمرة الحفظ احفظ فكن لحافظ إيمان قال كيف أخاف من الشرك؟ قال المؤلف رحم الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مفهوم؟ صبر يقول باب من الإيمان بالله صبر على أقدال الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله هد قلبه قال علق من رحم الله والرجل تصيب المصيب وهكذا مفهوم؟ مهم حفظ كتاب التوحيد تمام إذا لابد أن نحقق التوحيد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة أمة يعني أيش؟ إماماً يقتدى به إن إبراهيم كان أمة قانتاً يعني كثير الطاعة مع الدوام عليها كثير الطاعة مع الاستمرار والمدام عليه إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله إخلاص حنيفاً مقبل الله مدبن على الشرك ولم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله شاكراً لأنعمه كم وصف في الآية؟ ستة أوصار إن إبراهيم كان أمة إماماً يقتدى به إذن لابد أن تحقق التوحيد بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة أن تكون قدوة إن إبراهيم كان أمة قانتاً كثير الطاعة مع الدوام عليه لابد أن تكثر من الطاعة واستمرار عليها مفهوم؟ وحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلب قانتاً لله إخلاص حنيفاً مقبل الله مدبن عن الشرك ولم يكن من المشركين البلاء من الشرك وأهله والسادس شاكراً لأنعمه ومربعنا في القواعد الأرض أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله وإلى شكر بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوائح ثم شوف عندنا قاعدة قاعدة عندنا هنا كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد مفهوم؟ خلاص مفهوم؟ بعد تحقيق التوحيد الخوف من ضد فالمحقق حقاً للتوحيد لابد يخاف من الشيء بعد تحقيق التوحيد وجدنا باب الدعاء لشهادة ألا أهل الله إذا المحقق حقاً للتوحيد لابد أن يدعو إلى شهادة ألا أهل الله من تحقيق التوحيد ترك طلب الرقية والكي والاكتواء من تحقيق التوحيد كان فكل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد تمام نعيد مرة أخرى إذا المؤلف رحمه الله ذكر الباب الأول حتى تعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاء وثلث بتحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد تخلص التوحيد تنقح التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي وتحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقال ثم جاء بباب الخوف من الشرك حتى يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك كما خاف إبراهيم الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال يا رب اجعل عبادي الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر حتى لا أراهم القلم يا شيخ بس يعطيني القلم جزاك الله خيرا نعم إذن عندنا هذا المؤلف رحمه الله تعالى عنده حسن تبويب وترتيب للكتاب ما عليه يأتيك بعد الدرس ما هو قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه إذا أعتدت على الحفظ تحفظ اعتدت على الكتابة مكتوب سنعطيك كتاب مكتوب في كل شيء ما عندي شيء زائد ممكن تجد أكثر مما قلت ولو ترجع تأخذ نعتمد شرح القول المفيد على كتاب التوحيد الشيخ بن عظيمين رحمه الله والملخص الذي هو العبد الفقين ممكن تأخذ في أكثر مما أقول أنا فقط أنا أتناقش معكم اشتري التكتب مكتوب كله نعم هنا احفظ ننقش في صدري بعد الدرس هطي القلب تمام إذا جاء بباب الخوف من الشرك حتى يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك ما يقول أنا الموحد وأنا كذا وأنا الإمام إذا كان الإمام القدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أثنى الله عليه أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده يخاف إذن أنت بابي أولى ولعل بعضكم ما طرأ يوما على باله أن يقعدع بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبنيا نعبد الأصنام مفهوب كيف نخاف من الشرك مهم جدا نعم من يقول لي كيف نخاف من الشرك نعم الأول بدراسة التوحيد حتى يعمل بني الثاني قال بدراسة التوحيد حتى يجتنب تمام الثالث بالدعاء واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام بالبعد عن المشركين البراءة من الشرك وأهل تمام بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أي باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله كأنه يقول لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو إلى التوحيد كما دع النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي هل تشك في التوحيد والله لا يمكن أن شك في التوحيد طرفة عين تعرف طرفة عين والله لا يمكن أن تشك في التوحيد ولا تشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله أعبد ورسول الله أكذب شهادة لا إله إلا الله تشك فيها لماذا لا ندعو إليها كم لقينا من غير المسلمين أو من كذا لماذا لا ندعو لشهادة أن لا إلا الله وقد قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي يا رسول قل هذه سبيلي يعني الطريقة الموصلة الله طريق واحد هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصلاة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا الشرط الأول من شروط الدعوة الإخلاص أدعو إلى الله على بصيرة هذا الشرط الثاني والثالث والرابع في على بصيرة كم شرط ثلاث شروط مفهو على بصيرة علم شرعي على بصيرة الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والبصيرة معرفة حالة المدعو إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب يهود نصار عندهم كتب عندهم تورا عندهم إنجيل عندهم حجج عندهم براهيل ناظرهم قال ناظرهم قال ناقشهم قال بيّن ما هم عليه من أخطاء لا إذن الطريق الطريق الصحيحة لدعوة اليهود والنصار أي كائن من كان إيش أن يوحد الله وفي رواية أدعو إلى شهادة اللا إله هذه أحسن طريقة نقاش هذا مو عملك مفهوم هذا الشرط الكام الرابع الخامس الصبر مفهوم تمام الإخلاص الشرط الأول والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة والصبر والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر شرط دعوة خمسة وقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وصل قسم لا يدعو إلى الله أبدا وقسم يدعو على جهل وقسم يتوسط لا يدعو إلا فيما يثق فيه مئة بالمئة معروف مئة بالمئة لا تتفلسف لا تخرج عن الموضوع لا تفتي ولا تناقش وتدعو إلى ما تثق فيه مئة بالمئة نعم ولا تخرج عن النسق ما يقول أصحابه تمام إذن نرجع مرة أخر بدأ بوجوب التوحيد لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاب ثم أراد منك أن تحقق التوحيد ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده ومن تحقيق التوحيد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله انتهينا من القسم الأول ذكر المؤلف القسم الثاني ما هو نعم تفسير التوحيد الآن بدأ في الكتاب قلنا هذا الأبواب الأولى كالمقدمة لكتاب التوحيد الآن بدأ قال الآن أريد أبين أفسر لك التوحيد أظهر لك التوحيد يقال امرأة سافرة أسفرت المرأة عن وجه يعنياش كشفت قال أريد أكشف أظهر لك كلام ممنوع أظهر لك التوحيد أبين لك التوحيد أي توحيد قال التوحيد الذي واجب عليه وتشوقت إليه ولابد من تحقيقي والخوف من ضدي والدعو عليه قال خذ من هذا الباب من تفسير التوحيد إلى أين إلى نهاية الكتاب الشرح للتوحيد واستمتع مفهوم؟ يلا من يعيد لي كم باقي الشرح؟ نعم؟ ما شاء الله بركة ماذا أخذنا؟ كل واحد يعطيني فائدة يحسن السكوت عليها ها يا أخوانا بسم الله نعم أنت مغيرك نعم أوقل أي فائدة أخذناها في الآن فائدة واحدة عظم التوحيد نعم عظم شأن التوحيد أهمية التوحيد تمام أجلس غيره ها الموحد لا يقتر بنفسه الموحد لا بد يخاف من الشرك كما كان هذا الخليل عليه السلام خاف على نفسه إذن أنت من باب أولى ها بنشيل الدفتر إن شاء الله قوم نعم فائدتين فائدة مختصة من الشخصية المؤلف نعم ما هي وهو أنه عنده عضلية البخاري نعم نقول هذا بخاري هذا الزمن ويظهر الفقه الإمام البخاري في الترجمة وظهر هنا عندنا عند الشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله تعالى وقلنا هذا الكتاب كالقطعة من صحيح الإمام البخاري غيره نعم الشيخ نعم دعاء نعم نعم يقول دعاء إبراهيم لا بد أن ندعو به عليه الصلاة والسلام كما دعا تخاف على نفسك وتدعو كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبب العداوة سبب العداوة هو التوحيد وأنتم يا طلاب الجامع الآن قبل أن تأتوا إلى المملكة العربية السعودية صحيح؟ كنت تسمع الوهابية وكفار الوهابية صح ولا؟ أو تسمع وتسمع و جئت هنا رأيت ما شاء الله الوهابية حلوين طيبين يعني ما شاء الله صح؟ وما رأيت هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذا كان عليه كفار مكة كفار مكة كان الرجل إذا جاء إلى مكة يحذره كفار مكة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أحدهم إذا طاف يضع في أذنيه القطن حتى ما يسمع شيئا مفهوم الشيخ وقالوا كذا تذهب إلى الوهابية وانتبع من الوهابية وكذا مفهوم الشيخ ترجمة نانسي قنقر